أظهر تقرير رسمي بأن عجز الموازنة في المغرب تجاوز 2.80 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجري وأوضح المركز التجاري للأبحاث في تقريره الأخير أن تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2024 سجل عجزا تجاوز 2.8 مليارات دولار وارتفع حجم واردات المغرب من القمح هذا العام بشكل كبير نتيجة تراجعي الانتاج بأكثر من النصف وبلغت كمية القمح المستورد 32.37 مليون قنطار بقيمة تفوق مليارين وخمسمائة مليون دولار ترجمة نانسي قنقر